يعني طبعا البرنامج آخر الأسبوع ولد في أجواء الحرب يعني احنا نتكلم الحرب ممتدة من 24 فبراير لغاية النهاردة يعني بقالنا أكتر من ثلاث شهور العالم كله بيتكلم على الحرب وكل ما يتوقع أن الحرب قاربت على الانتهاء يجد أن المساحة الحرب بتتسع ومساحة أيضا الخسائر وألام الحرب بتزيد على مستوى العالم وليس فقط في المكان اللي بتجرى فيه مصرح العمليات أو الحرب في أوكرانيا ما ننتصر هل الغرب أم أو الغرب الذي يدعم أوكرانيا أم روسيا بزعامة الرئيس بوتين في الواقع السؤال ده صعب شوية لأنه فيه جهة نظر كتير ومتعددة وزي ما قلت يعني قبل كده في البرنامج أن مسألة السيطرة على الإعلام وينتاج الصور وينتاج الخطابات الإعلامية دي مسألة ربما يكون الغرب متفوق فيها لحد كبير في المحطات الرئيسية في الغرب وينتاج صور معينة عن الحرب وتحليلات معينة عن ما يجري على أرض الأحداث يعني من يتابع المنافذ الروسية ومن يتابع المنافذ الإعلامية الغربية أعتقد أن يتكلم على حربين مختلفين كل أحد يتكلم من وجهة نظره لكن في مؤشرات ممكن نوفق قدامها الأمر الأول والمؤشر الجالي والواضح أن روسيا لم تحقق الأهداف التي حاربت من أجلها حتى الآن يعني أولا الأهداف دي تنوعت في الكلام يعني في المرحلة بداية الحرب عندما تحدث الرئيس بوتين عن الرئيس الأوكراني الذي يذهب إلى الإطاحة به ووضع نظام آخر واتكلم على هذا الرجل الذي يعتبر أداف دين الغرب وتحدث حديثا طويلا في هذا الموضوع ثم حصار كيف ثم ضرب كيف ثم مدر رئيسية ثم الحروب التي جرت ثم أكثر من ستة ملايين نازح خارج حدوده وتمانية مليون نازح داخل أوكرانيا يعني مقاس كتير مقابر جامعية اكتشفت قتل كثيرين روسيا تكبدت خسائر فادحة غير العقوبات الاقتصادية لكن تكبدت خسائر فادحة استطاع الغرب أنه يحشب حوالي خمسين دولة بتطبع العقوبات الاقتصادية لكن اللي عايز أقوله إيه اللي عايز أقوله واضح أن روسيا لم تحقق ما طمحت فيه بما في ذلك المناطق الشرقية في أوكرانيا التي يغلب عليها الثقافة واللغة الروسية يعني لم تستطع أن تحصل على مدينة كبرى في أوكرانيا من المدن الكبرى ركزت العمليات في بعض أماكن لم تحسمها حتى هذه اللحظة واضح الدعم الغربي لأوكرانيا جاء نتيجة كبيرة وفيه تقرير مؤخرا يعني تعمدت الولايات المتحدة أن تسربوا على معلومات استخباراتية قدمتها لأوكرانيا وتسببت فيه خسائر فادحة للجيش الروسي وأيضا يعني بعض العمليات النوعية التي حدثت مثل يعني تدمير المدمرة الحربية أو استياد أو قتل بعض القيادات الروسية الحربية خلال المعركة فدي كلها ذكرت الولايات المتحدة حتى في تقارير أخيرة أنها كانت بناء على معلومات قدمتها إلى أوكرانيا فواضح طبعا الغرب الذي يقب بقدر من ثقل وليس كل ثقل يعني خلف أوكرانيا هو الذي يحاصل روسيا هو الذي يعني يحقق تقدم مهما بلغ من حجم التدمير في أوكرانيا لكن في النهاية روسيا لم تحقق أهدافها وتشعر أنها محاصرة إلى حد كبير يعني روسيا من وجهة نظر حضرتك لم تحقق أهدافها نتيجة العقبات اللي فرضت عليها من أغلب الدول ولا هي يعني زي ما حضرتك ذكرت أنه كانت دخلة بهدف وتعددت الأهداف هي ما حاولتش السيطرة على يعني هدف واحد من أهدافها عشان تقدر تسيطر عليه واضح أن المعلومات اللي بنت بها روسيا موقف الدول الأوروبية كانت معلومات غير دقيقة في بعض الحاجات وده طبعا يعني بعض التقارير نشرت وقالت أن يعني رئيس بوتن وجه اللوم لبعض الأجهزة اللي قدمت هذه المعلومات يعني ذكروا معلومات بخصوص بعض الدول الأوروبية أنها قد تقف إلى جواره أو تكون على الحياد هو فوجي بأوروبا الموحدة في مواجهته وده طبعا كانت مفاجأة كبيرة بالنسباله لم يكن رد الفعل الصيني بالرغم مما يقال عن دعمه أو وقوفه إلى جانب روسيا لم يكن بالتوقعات اللي هو توقحها الأمر الثاني العقوبات طبعا قاسية جدا ومتراكمة بالنسباله وده يبين أن فيه شوية تحركات الإسبوعين اللي فاتوا حصلوا ملفتين جدا يعني وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع وزير الدفاع الروسي بعد أكتر من 80 يوم ما بتكلموش مع بعض وطالب منه وقف يطلق النار وكان هناك شعور لدى الدوائر الضيقة الأمريكية الأمنية الأمريكية أن بوتن في مأزق وهو عايز يقراجه براء المأزق ده يعني أو عايز يعني ينهي الموضوع دون خسائر كبرى يعني فتحدث معه في هذا الموضوع المستشار الألماني شولتس تحدث لمدة 75 دقيقة مع الرئيس بوتن وتكلم معاه في مسألة وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني على الأرض ومحاولة يعني حلحلة الموضوع وبدء مفاوضات على الجانب الأوكراني والجانب الروسي والكريملين أعلن في الوقت اللاحق أن حدث منحدثات بشأن المفاوضات ما بين أوكرانيا وما بين روسيا فلانا عايز أقوله لا يعني أصدي روسيا تشعر كمان بقدر من الحصار في التعامل في هذه المسألة ولم يحقق يعني القضية لأن أنا عارف أنه في بعض التحلات العسكرية يقول لك لا يعني ده قارب هو واستطاع أنه يحسن بعض المعارك على الأرض وكلام لكن ده مش حقيقي يعني أنت النهاردة العبرة به النتائج اللي بتتحقق على الأرض الواقع وارتبطها بالأهداف العسكرية الكبرى تكلمي على دولة بوزن روسيا لمدة ثلاث شهور لم تستطيع أن تحقق شيء ملموس على مستوى الإنجازات والبعض في تخدراته للحرب بيقول لك تحول الدولة الحرب إلى يعني حرب مدفعية متبادلة ما بين خطين متقاطعين أو يعني وقفين في مواجهة بعضهم أشبه بستايل الحرب العالمية الأولى يعني البعض بيقول كده بعض التحلات بتقول كده يعني لو بصيتي في افتتاحية النيوزويك اللي نزل الأسبوع ده بيتكلم عن هذا الموضوع بيقولك يعني دولتي ده حرب غريبة جدا يعني اتنين في مواجهة بعضهم بيستخدموا الأساليب التقليدية زي المدفعية وزي الضرب النيراني والصواريخ المتبادلة لكن لا شيء يتغير على مصرح الأحداث صحيح فيعني ما نقدرش نقول لن نرسي حقات نتائجها حتى بعض المحللين قال لي بالك أن بعض المحللين عندهم نستالجيا شوية بتاع الاتحاد سوفيتي يعني كانوا مرتبطين وجدانيا وعاطفيا فيعتقدوا أنه هيحدث تغييراتكم لكن الأرض الواقع لا الأرض الواقع أنه لا يحقق النتائجه وخسائر على مستوى العالم خسائر يعني يعني خسائر كبيرة وده كلام اللي قاله شولتس كمان في كلامه مع بوتين في المكالمة 75 ديئة قال له قال له أثبت الغذاء العالمية أصبحت قاسية جدا بسبب هذه الحرب ولابد من وضع نهاية لها يعني صحيح طيب السؤال يا دكتور يعني خليني أسأل حضرتك هل بتعتقد أن الأزمة الروسية الأوكرانية هتفجر أزمات أخرى في العالم يعني خاصة للأطراف المتدخلة معايا إحنا دلوقتي في أزمة مش صغيرة الأزمة دي عاملة تداعيات على مستوى العالم في أزمة غذاء وأزمة طاقة يعني في أزمات بالفعل تفجرت ليس بالضرورة أزمات عسكرية يعني مش بالضرورة تحدث مواجهات عسكرية أخرى طبعاً فنلندا والسويد راحوا وقالوا نحن هنخش حلف الناتو وده موضوع عتبارة روسيا في البداية قال التهديد وبعد كده بدأت تخفف من تصريحاتها ووضع أنه مش تقدر تعمل حاجة في الموضوع ده على أقل في الأمد المنظور يعني فإذن لأ في مواجهات لكن طبعاً ممكن واحد يقول لي هل تنتقل مثلاً مواجهة زي تايوان مثلاً والصين مثلاً معه دي تعتبر أزمة والرئيس الأمريكي حذر حذر من أي تدخل عسكري صيني وقال إن الولايات المتحدة هتدخل بسلاح في هذا الموضوع يعني هل يحدث؟ لا أنا لا أعتقد يعني ما حدث في الموقف الروسي والخسائر الكبيرة اللي منيت بها روسيا وأيضاً الأطراف الخارجية التي شهادت مثل هذا الموضوع لا أعتقد أن ده سيترتب عليه تفجر أزمات أخرى على الستيل اللي حصل يعني بمعنى الاعتداء على أرض واستلاع على أرض أو تدخل عسكري في مكان يعني دي مسألة لا أعتقد أنها تحدث في الفترة القادمة بهذه الطريقة نزل التدعيات اللي احنا شايفينها بالضبط طيب خلينا نروح مع حضراتك يا دكتور لحديث السياسي الأمريكي هنري كاسنجر اللي دعا في أوكرانيا إلى تقديم بعض التنازلات لروسيا يعني علشان تنتهي الحرب رأي حضراتك طبعا الهنري كاسنجر ده رجل يعني سياسي هو مفكر استراتيجي قارب على مئة سنة كان بيتكلم في ديفوس وكلم برضو بثقافته ومعلوماته يعني طبعا أنا عارف يعني بعض الناس بينظروا إلى ما ذكروا يعني باعتباروا أنه هو يعني بيختزل حكمة الاستراتيجية الأمريكية على مدار يعني عقود وله شاهد العالم هو طبعا يعني شاهد حرب عالمية وشاهد مبعد الحرب العالمية وشاهد فترات عصيبة جدا في السياسة الأمريكية وعنده خبرات محدش يقدر ينكر لكن طبعا ما ذكروا لم يعني لم يجد أزانا صاغية لأنه أتكلم بشكل مباشر أمامه في ديفوس حوالين مسألة السي لا تجبروا روسيا أن تكون في موقف الإسلال لألا يترتب عليها يعني رد فعل عشوائي أكبر بكتير من المساحة اللي احنا بنتكلم فيه ده هو ده اللي يتكلم فيه والكلام ده مش أول واحد يقوله كسينجر بالمناسبة يعني توماس فريدمان كتب مقال مبكر جدا أيام الحرب قال لهم روسيا يعني عندها مجموعة من الأهداف بلان A بلان B بلان C إذا فشل في الآخر هيهد المعبد يعني فهو يعني دي مسألة معروفة والنهاردة لما تكلم على افتتاحية النيوزويك ما قال قال إن روسيا فيه مأزق حقيقي لا عرفت تحقق نجاحات على أرض الواقع وفي نفس الوقت عندها ضغوط كبيرة جدا مش قادرة تحلها فهو يعني الموضوع ده مصار مش كلام بكتير بس لكن هو بيتكلم على إن إذا كانت المشكلة في دونباس وبعض المناطق الناس المتحدثة فيها باللغة الروسية والنفوذ الروسي فيها فما المانع أن يحدث هذا طبعا عدى معاد هذا الموضوع أو على الأقل ليس هو بداية تفاوت ليه؟ أولا وده كلام اللي قاله مباشرة زلينيسكي الرئيس الأوكراني مباشرة للرد على الكلام ده قال له أنا مقدرش يعني طبعا بعد التدمير اللي حصل الآلاف اللي ماتوا والملايين الذين تعرضوا للتشريد والمقابر الجامعية والقتل والدمار والتخريب نبدأ نتكلم على تنازلات بالكلام اللي انت بتقوله أنا رأيي أن الرد الأكبر على كلام كيسينجر مش الكلام ده كله الكلام الذي ذكروا المستشار الألماني في نفس اليوم لا قصدي يعني في نفس المؤتمر أو في نفس المنتدى الاقتصادي في ديفوس في آخر أيام المؤتمر يعني ده بيتعارض مع كلام المستشار الألماني بأنه يعني ده كان أمام فعلا قمة ديفوس أن بلاده لم تسمح لرئيس روسي فلاديمير بوتين أنه ينتصر فيه الحرب الروسية الأوكرانية طبعا هو حسمها كده قالك أوروبا مش بلاده كمان حتى قالك أوروبا لم تسمح أن الرئيس بوتين أو قال بالنص لا ينبغي أن يفوز الرئيس بوتين في هذه الحرب ده معناه إيه؟ معناه أنه أولا ألمانيا هي العنصر الفعل في التحاد الأوروبي مع فرنسا فلما يقول هذا الكلام مع التحاد الموقف الأوروبي وجه رسالة واضحة بهذا المعنى أننا لن نقبل أن بوتين ينتصر في هذه الحرب معناها أن هناك ما يشبه القرار أن بوتين لن ينتصر في هذه الحرب رغم كل ما حدث وفي مجموعة من الدلال لماذا ألمانيا يعني أصلي شولتس برضو ده أولا كان ينظر إليه من الحلفاء الأوروبيين في الأول أن موقفه مائع شوية تجاه الحرب في أوكرانيا أولا أنت عارفة طبعا هو جي بعد ميركل وميركل كان لها علاقات قوية جدا ببوتين كانوا يعني أصدقاء ويعرفوا بعض كويس جدا من ألمانيا الشرقية لأن بوتين كان مدير مكتب الاستغبارات الروسية الكي جي بي السوفيتية في الجزء الشرقي من برلين أو ألمانيا الشرقية وكانت هي أصلا ميركل من ألمانيا الشرقية فكان لهم علاقات ببعض ويعرفوا بعض كويس وهي كانت تعهدت أمام العالم والتعادل أوروبي أنها تستطيع أن تتعامل مع بوتين وكان عندهم خط غاز يعني كان فيهم مشاريع كتير بينه رغم الاعتراضات ترامب والاعتراضات الأمريكية كتير كانت بتنظر إلى أن المفتاح ده مش مطلوب لكن طبعا هي كانت بتنظر أنها تستطيع أن تقيم علاقات جيدة مع بوتين ومع روسيا شولتس طبعا في البدايات لم يكن قاسي جدا في مسألة العقوبات على روسيا وأيضا لم يكن مرحب جدا بدعم أوكرانيا بالسلاح وكان ينظر إليه أنه ما كانش العنصر الفاعل أو في الحرب لدرجة أن بعض الناس في أوروبا يعني بعض المحللين لما كانوا بيكتبوا كان بيقولك إيه بيقولك إحنا عندنا فرنسا وألمانيا هما يعني حجر الزاوية في الاتحاد الأوروبي دول الدولتين الأكبر وحجر الزاوية فبيقولك دلوقتي بولندا نظر اللي موقفها يعني في الحرب دي بدأت تحل محل شوية بشوية ألمانيا طبعا ده صعب شوية لكن بيدي انطباع للجانب الشرقي من أوروبا أنه هو يلعب دور أكبر في التحاد الأوروبي من خلال هذه الشراكة ده بعد يعني فيه مقالاته وتحليلات نشرت منها تحليل نشر في كارنيجي الإسبوعين اللي فاته فإذن يعني اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إيه لا شولتز وجد نفسه أنه محتاج أن يرسل رسالة قوية جدا ألمانيا وأوروبيا ألمانيا لأنه كان التهم لفترة أنه ليس داعما لأوكرانيا بالدرجة الكافية فبعت رسالة واضحة أنها لن يكسب بوتن هذه المعركة أو لن لا يجب أن نسمح له أن يفوز في هذه المعركة الأمر الثاني أنه بعت رسالة أوروبية بمعنى أن لازالت ألمانيا لعب أساسي في أوروبا مع فرنسا ولا يجب تهمشها في تدعيات هذه الحرب أو في إطار هذه الحرب فطبعا الكلمة اللي قالها شولتس أعتقد هي قبل غرد على موضوع كسينجر يعني معنى أن أنت التنازل عن أرض تنازل عن أرض يعني جزء منها الخروج بالحفظ ماء الوجه البوتن أعتقد الأمريكان عايزين يحفظوا ماء الوجه البوتن وأطراف كتيرة وده كلام اللي كتبوه محللين كتير أمريكان يعني برضو روسيا ليست دولة هينة ولا صغيرة لكن في نفس الوقت برضو لا أعتقد أنها يريد أن يخرج بوتن منتصرا أو يحقق أي مكاسب من هذه الحرب تجعله يعلن انتصاره يعني اليوم اللي وقف فيه في يوم الانتصار في الميدان الأساسي في موسكو بالحشود العسكرية وتحدث فيه عن العروض العسكرية في يوم النصر الروسي البعض علق تعليق لطيف جدا قالك هو حشود تتحدث عن النصر دون نصر فهو بالفعل هو لم يحقق نصر نعم